نتحدث اليوم في موضوع ودائما هذه الحملة المستمرة كل عام على مدى سنين من مؤسسة ومركز الحسين للسرطان نتحدث عن حملة التوعية لسرطان الثدي ويعتبر شهر تشرين الأول من كل عام الشهر العالمي للتوعية من سرطان الثدي وبهذه المناسبة العالمية يقوم البرنامج الأردني لسرطان الثدي وهو أحد برامج مؤسسة ومركز الحسين للسرطان بإطلاق حملته الوطنية التوعية السنوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي الحديث أكثر عن هذه الحملة والنشاطات وشعار هذه الحملة والتعاون مع كل المؤسسات داخل المملكة وأيضا على مستوى الوطن العربي سيكون معنا الدكتورة ريم العجلوني وهي مديرة البرنامج الأردني لسرطان الثدي صباح الخير وأهلا وسهلا صباح الخير يعطيك العافية وشكرا جزيلا لك أهلا يعني نحن متعودين نكون معكم بمسيرتكم دائما سواء كان في هذه الحملة أو باقي الحملات ولكن حملة التوعية لسرطان الثدي مهمة جدا بنعرف أهمية الكشف المبكر في علاج سرطان الثدي كل عام تطلق حملة بشعار معين نتحدث عن حملة هذه العام وشعارها وأيضا شو اللي بفرق حملة اليوم أو السنة هاي عن السنوات السابقة أكيد بداية ثم مرة أخرى صباح الخير لإلك صباح الخير للسعادة المشاهدين يعني ما شاء الله أنت بالمقدمة ما قصرت يعني حكيت كل الأشياء الرسائل المهمة هي حملتنا هي الحملة العربية التاسعة للتوعية بسرطان الثدي صباح هذا اليوم أطلقتها سمو الأميرة غيداء طلال رئيسة هيئة أمناء مؤسسة مركز الحسين للسرطان في كل عام شهر تشرين الأول أكتوبر زي ما نسميه هو الشهر الوردي الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي فأحنا البرنامج الأردني لسرطان الثدي نطلق هذه الحملة الوطنية والعربية للتوعية بسرطان الثدي وبشكل خاص للتوعية أكثر بالكشف المبكر عن سرطان الثدي شعارنا هذا العام هو خطوة نحو الحياة الخطوة هي خطوة تتخذها السيدة خطوة الفحص المبكر خطوة التوجه إلى الكشف المبكر عن سرطان الثدي عم بتكون مثل ما ذكرتلك حملة وطنية وعربية بمشاركة مؤسسات عديدة في جميع أنحاء الوطن العربي بمشاركة 16 دولة عربية لهذه المرة يعني كل مرة عم نتوسع أكتر دائما بنشدد على الكشف المبكر لأنه يمكن مثل ما ذكرتوا تعرفوا جميعا سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطانات انتشارا يعني حسب أرقام السجل الوطني للسرطان التي نشرتها وزارة الصحة مؤخرا هنا في الأردن كان في أكثر من 1700 حالة سرطان ثدي جديدة تشخص سنويا بما معدل تقريبا 39% من سرطانات النساء و20% من مجموعة حالات السرطان ولكن بضل الكشف المبكر عن سرطان الثدي أي اكتشافه في المراحل الأولى هي الأسلوب والاستراتيجية الأكثر نجاحا للسيطرة عليه وبتصل معدلات النجاة والشفاء ل95% فهذا هو شعار حملتنا هذا هو هدف حملتنا متحدين مع عدة دول عربية لأن الوضع في العالم العربي ليس أفضل من الأردن يعني نحاول أن نوصل للجميع بكل الطرق الممكنة نعم بال2008 بدأت الحملة بال2016 توسعت على مستوى الوطن العربي مستمريا دائما عندكم تأثير مهم على المجتمع أو المجتمعات بشكل عام دائما الضمان بأن هذه الحملة تأثر أو الوصول إلى جميع فئات المجتمع هو التحدي الأكبر لكم كيف اليوم عم توصلوا الجميع السيدات الموجودين في كل المحافظات أعتقد في سنة من سنوات سنة الماضية كان هناك فحص متنقل في مختلف المحافظات وهذا شيء رائع هذا العام كيف عم توصلوا الجميع وكيف رح تكون لألية أكيد أحنا هدفنا حكيت لك هو أكتوبر الوردي ولكن هدفنا بشكل أساسي أنه يكون في تأثير على أرض الواقع فنضمن أن الوصول للجميع أول شيء بالاستمرارية وبتعدد الأساليب والنهج لدينا الحملة بشهر تشرير الأول ولكن نحن مستمرين طوال العام طوال العام بالوصول إلى السيدات في جميع أماكنهم مثل ما ذكرت عندنا عيادات الكشف المبكر المتنقلة بتلف على مختلف المناطق في مجتمعاتنا الأردنية المجتمعات مثلا نحكي الأقل حظة أو اللي ما فيها خدمة الكشف المبكر متوافرة بيكون فيه تعدد للأساليب وصول للسيدة بطريق زيارات منزلية محاضرات أيام توعوية وأيضا الموضوع الثاني هو شمولية النهجنا نحن نركز على التوعية وتغيير السلوكيات المجتمعية ولكن أيضا نركز على توافر هذه الخدمة وعلى العمل مع القطاع الصحي أجمع على أن الخدمة تكون متوافرة سهلة الوصول وبجودة عالية من أحد كمان أسباب اللي هو نتأكد أننا عم نوصل للجميع الشركات المتعددة يعني أحنا الحمد لله يوم بعد يوم عم بتكون شركاتنا أكبر وأوسع شكرا جزيلا لكل من يدعمنا يعني المجتمع الأردني والقطاعات المختلفة سواء القطاع الصحي أو القطاعات المختلفة دائما يدعموا رسالة الكشف المبكر فأيضا بتعدد الشركات بالتعامل مع الجميع أيضا بإشراك المجتمع بإشراك مقدمية الخدمة الصحية بحيث أن رسالة الكشف المبكر هي رسالة الجميع كل حدا وكل شخص وكل جهة عم تطلقها بطريقتها عم تتعرض لها بعدة أماكن في المدارس في الجامعات في الشركات في الإعلانات الخارجية فنحاول أنها تكون الرسالة تصل للجميع ولجميع الفئات العمرية وهذا هو سبب استمرارنا الحملة هي حملة إعلامية هي ليست فقط ما تغير السلوك ولكن هي بتذكرك أنه في موضوع سرطان الثدي والكشف المبكر ولكن الهدف الرئيسي هو الاستمرار وهو دائما أنك تعطي المعلومة الصحية بطريقة سلسة وتصل للجميع نعم أعتقد دائما العائق من الفحص هو الخوف الخوف للسيدات من خلال دائما حملاتكم وشعارات اللي بتتقوها فيها حافز ودائما تحاول تكسروا الخوف ما بين السيدة والسلطان الثدي كيف عم تشوفي اليوم التغيير يعني بعد سنوات طويلة من إطلاق الحملة هل فعلا صار في جرأة أو شجاعة عند السيدة بأنها تذهب للفحص المبكر أو الفحص الدوري يعني سؤالك كتير حلو على الوجع هلأ احنا عنا دائما متابعة وتقييم لجميع برامجنا ولجميع مبادراتنا عنا بعد كل حملة عم بيكون فيه تقييم لهذه الحملة كيف وصلت كيف الناس استقبلوها شو تأثيرها عليهم شو أهم العوائق اللي يعني واجهتها السيدة في أنها تصل للكشف المبكر هلأ دائما العائق المجتمعي الأكبر أو العائق لدى السيدة هو موضوع الخوف فدائما نحن نحاول أن نشتغل على موضوع الخوف وأن نكسر بند الخوف بأن نعطي حقائق أنا لما نحكي أنه تتجاوز نسب الشفاء التسعين بالمئة وتصل لخمسة وتسعين بالمئة في حال كشف المبكر إذن أنت عم تتعامل مع حقيقة أنه صحيح هو مرض اسمه السرطان ولكن هو قابل للشفاء وقابل للعلاج لما تحكي أنه حتى لما يكون فيه أعراض فأنت 80% من هذه الأعراض هي ممكن تكون أعراض حميدة فأنت بتكسر هذا الحاجز لدى السيدة أنها تتجه على الفحص هلأ كيف عم بنشوف تأثيره؟ الحمد لله يوم بعد يوم وهذا نتائج المثبتة بدراساتنا وباستطلاعات الرأي التي نعملها بطريقة علمية موضوع الوعي عم يزداد لدى السيدة ولدى المجتمع الأردني فيه وعي فيه صارت معرفة بأنه الكشف المبكر ينقذ الحياة شوي لسه العائق موضوع أنه ما بعد الوعي وصلنا لمرحلة الوعي وعرفنا أن الكشف المبكر ينقذ الحياة عرفنا عن إجراءات الصحة الوقائية شو البقاية من السرطان كيف ننتهج هذه الأساليب فعم بنشوف الأرقام عم بتزيد الحمد لله أرقام الكشف المبكر والأرقام وهي يعني عم بتسجلها السجل الوطني للسرطان الحالات اللي عم تكتشف في حالات مبكرة عم تزداد إقبال السيدات إحنا اللي عم بنشوفها أيضا ومن أرقامنا إقبال السيدات على الكشف المبكر وخصوصا على فحص الأشع على المامو جرام عم بزيد يوم بعد اليوم فالرسالة عم توصل عم بتأثر ولكن إحنا بنياها تأثر بطريقة كتير أكبر بأنها ليس فقط وعي ولكن أيضا تغيير سلوك وانتهاج هذا السلوك نعم إذن كشف مبكر أكبر أو عدد فحصات كشف مبكرة يعني شفاء أعلى هي مرتبطة بشكل واضح وصريح معادلة صريحة يعني الكشف المبكر عن سرطان الثدي ينقذ الحياة إنت لما الاكتشاف المبكر بالمراحل الأولى من مرحلة صفر للمرحلة الثانية المرحلة الصفرية والأولى والثانية معدلات الشفاء والنجاة كبيرة جدا مثل ما ذكرت لك بتتجاوز التسعين بالمية وحتى رسالة للجميع يعني حتى لا سمح الله في المراحل المتأخرة وإحنا ما بنا نوصل للمراحل المتأخرة إحنا عم نحكي الآن وخصوصا في الأردن إحنا عم نحكي على تطور علمي وتطور طبي كثير في الأردن لدينا يعني صروح علمية وتعليمية وطبية يعني وأطباء وكوادر طبية أكفاء يعني وخصوصا البحث العلمي فيما يتعلق بعلاج سرطان الثدي تقدم وصارت كمان نسب الشفاء والنجاة عم تتقدم ولكن احنا دائما بنركز أنه الكشف المبكر هو الوسيلة الأكثر فاعلية لتعزيز مخراجات صحية المرتبطة بسرطان الثدي ويعني دائما ما نتحدث عن مركز حسين للسرطان وبنشوف بأنه المهنية العالية الاحترافية حتى استخدام دائما أفضل وأكثر الأدوات تطورا في العلاج دائما موجودة في المركز هاي شهادة مجروحة يعني دائما نتحدث عنها اسمحيلي نتحدث أيضا عن المشاركة في هذه الحملات يعني القطاعات مختلفة اللي عم بتشارك سواء كان قطاعات خاصة أو حكومية متواجدين بكل مكان يعني بكل فعالية لازم تكونوا موجودين حتى تعرفوا عن هذه الحملة كيف ممكن دائما يتواصلوا معكم يشاركوا معكم في الأعمال التطوعية أو الحملات المتعلقة بتوعية بسرطان الثدي أكيد يعني هذه هي حملة وطنية وهي من المجتمع إلى المجتمع احنا مثل ما ذكرتلك يوم بعد يوم عم بتكون شركاتنا أكبر وأوسع وعم نتواجد في كل مكان احنا عم نطلق بكل سنة خصوصا بأكتوبر حملة فكر بالوردي والحمد لله على مدى السنوات انجحنا بتحويل موضوع سرطان الثدي من موضوع خلينا نحكي طبي وصحي لقضية مجتمعية لقضية صحة عامة كل شخص وكل مؤسسة بإمكانها أنها تدعم هذه الرسالة طبعا اللي بدو يشارك أكيد بإمكانه التواصل معانا على أرقامنا وعلى مواقعنا على وسائل التواصل الاجتماعي على إيميلاتنا info at jbcp.jo وممكن أعطي الأرقام أزبطكم الأرقام أكتر وممكن أي شخص أو أي مؤسسة هي تدعم موضوع الكشف المبكر بطريقتها سواء بإطلاق مبادرة بجمع تبرعات بمحاضرة بمسيرة بأنه صحيح احنا بنحكي يعني الشهر الوردي ولكن احنا فعلا بدنا نسلط الضوء على هذا الموضوع وعن بنشوف أفكار يعني مبتكرة لدى شركائنا ولكن احنا دائما على أتم الاستعداد للمساعدة وللمبادرة بإمكانهم يتواصلوا معنا ودائما احنا مستعدين لإعطاء المحاضرات لتقديم خدمات الكشف السريري أيضا من خلال عياداتنا المتنقلة ممكن تحويل السيدات بشكل مجاني إلى هذه العيادات وعم بنشهد يعني إقبال مجتمع كتير كبير وأيضا دعم كمان كبير من القطاع الصحي القطاع الصحي العام والقطاع الصحي الخاص رائع كل هذا الشيء مبشر اليوم حتى على مستوى الوطن العربي عم بتزيد عدد الدول المشاركة في الحملة هذا العام 16 دولة مشاركة إلى جانب الأردن إلى جانب الأردن كيف عم بيكون أيضا تأثير في الخارج فيما يتعلق بسرطان الثدي وتوعية تجاهه أيضا عم بيكون يعني احنا للأسف في مرحلة يعني صعبة يعني إن شاء الله ربنا يهون على الجميع في كل بلداننا وفي كل عالمنا العربي يعني في فلسطين وفي لبنان وجميعا وهم جزء من هذه المبادرة وجزء من هذه الحملة عم بيكون التأثير جيد يعني أنت لما تحكي أننا احنا عم نتكاتف عم بنوحد هذه الرسائل عم بيكون في تشارك للمصادر والمعلومات وتشارك للمواد العلمية والتعليمية خبراتكم بتضبط تشارك الخبرات فهذا الشيء عم بيساعد هذه الدول وأحنا عم نتساعد وعم نتعلم من بعض وأكيد عم توصل للرسالة يعني أنا ذكرت لك أنه نحن بنعمل دراساتنا على مستوى الأردن ولكن السنة الماضية أيضا عملنا دراسة المعرفة والتوجهات والسلوكيات لدى المرأة العربية بما يتعلق بالكشف المبكر الوضع شوي لسه شوي بالوطن العربي معركتنا ضد السرطان هي معركة وعي بالدرجة الأولى صحيح أن عم نحكي الخدمات ولازم تكون خدمات طبية متوافرة والأطباء مدربين والكوادر الطبية جاهزة ولكن بالدرجة الأولى معركتنا في الوقاية من السرطان وفي الكشف المبكر وفي ضمان مخرجات أفضل هي معركة وعي فكل هذه المبادرات بتأثر لو كان التأثير بسيط ولكن بتأثر عم نوصل للسيدات أكثر عم بيكونوا شركاءنا على قدر هذه المسئولية في بلدانهم بالطرق المتاحة لديهم وفعلا عم بنشوف في إقبال أكثر على خلينا نحكي أساليب الصحة الوقائية والكشف المبكر طبعا كل دولة بما تملك من مصادر بما تملك من يعني نظام صحي جاهز وأدوات متاحة دكتورة ريم الوعي اليوم لما تحدث عنه مش بس الكشف أعتقد كمان الأعراض اللي ممكن تظهر في البداية لازم يكونوا عارفينها حتى إذا صار أي عرض يقدروا يتوجهوا ويكونوا عارفين أنه هذا خطر أيضا العمر إلى دور يعني يتحدث عن العمر الذي ينصح بإجراء الفحص الدوري من بعده أكيد الوعي هو الوعي بشكل عام وعي أنه الصحة أولوية ووعي أنه أيضا الوقاية خيرا من العلاج يعني درها موقاية خيرا من قنطار علاج يعني هذا أكيد ومثبت علميا فإحنا بنحكي صحيح رسالتنا موجهة للسيدة ولكن أيضا موجهة للمجتمع أيضا بكل أسليب الوقاية من السرطان العمر العمر عفوا العمر هلأ إحنا بننصح بالكشف المبكر ويمكن لازم أعيد ليش الكشف المبكر لأنه عندنا حقيقة أن السرطان وسرطان الثدي هو الأكثر انتشارا ولكن بالكشف المبكر معدلات الشفاء والنجاة عالية فلذلك هو الاستراتيجية الأهم ولذلك هو فيه رسالة تعطيها للسيدة وعيتها أنت بالأعراض وعيتها بالعمر وعيتها بسرطان الثدي وعيتها بالوقاية من السرطان الآن هي بدأت تنتهج أسلوب أو بدأت تتخذ خطوة فنحكي على الكشف المبكر لأنه هو الخطوة السيدة بإمكانها إنها تتخذها بطريقة بسيطة وتحميها من السرطان فحوصات الكشف المبكر ابتداء من سن الخامسة والعشرين اللي هو إحنا منحكي فحصين الفحص الذاتي اللي هو منزليا في المنزل وهذا ليس فحص طبي ولكن هو أن تكون السيدة على وعي وعلى دراية يعني بالأعراض وأي عرض جديد أو أي تغير إنها تطلب الخدمة الطبية الفحص السريري لدى الطبيب مرة سنويا ابتداء من سن الخامسة والعشرين كمان هذا فحص سريري يقوم به الطبيب الطبيب المختص سواء طبيب جراحة أو طبيب الأسرة الطبيب العام طبيب النسائية والتوليد يعني الطبيب أو الطبيب اللي بتتوجه لها بشكل عام مرة سنويا ابتداء من سن الخامسة والعشرين والفحص الأكثر فاعلية واللي دائما بنشدد عليه اللي هو فحص الأشعة المامو جرام اللي هو مره كل سنة إلى سنتين ابتداء من سن الأربعين واللي هو متوافر في القطاع الصحي العام والخاص هو مجانا لمؤمنات القطاع العام سواء أن تحكي وزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية أو المستشفيات الجامعية موجود يعني موجود بمركز الحسن للسرطان وفي المركز الوطني للسكري وموجود في غالبية مستشفيات القطاع الخاص وخصوصا خلال تشرين أول وتشرين ثاني القطاع الخاص مشكور عن بيكون في أسعار تفضيلية لهذه الفحوصات نعم مهم جدا التسليط الضوء على هذه النقاط اللي ذكرتيها الآن الأعمار اللي لازم تكون على وعي بأنه لازم تفحص سواء كان موموغرام أو سريري أو منزلي كما تحدثتي أيضا بنشكركم دائما على الدعم النفسي اللي بتقدمه وأنتم بجانب دائما بعد التشخيص في عندكم دعم نفسي دغذوي أيضا فيما يتعلق بسرطان الثدي فهي مرحلة متكاملة من المركز شكرا جزيلا لإلك دكتورة ريم على وجودك معنا لليوم وأنت مديرة البرنامج الأردني لسرطان الثدي أهلا وسهلا شكرا جزيلا لإلك وشكرا للتلفزيون الأردني اللي هو شريك أساسي في هذه الرسالة متكرف شكرا جزيلا شكرا